بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين أبنائي الطلبة سنقوم بإنجاز هذا الفيديو الذي يحمل عنوان العلاقات المترية بيام 2015 إذن لننطلق على بركة الله لاحظوا قال في الشغل المقابل أطوال وأقياس الزوايا غير حقي يعني في هذا الشكل الذي يظهر هنا أمامكم لاحظوا يا أبنائي هو مجرد شكل تقريبي قال س دائرة مركزها أو ها هو مركزها أو انظروا ها هو الأو قال وقطرها أستي يسين تسعة سنتيمتر معناها هذا البعد من هنا إلى هنا تسعة سنتيمتر كذلك قال أر نقطع من هذه الدائرة حيث أعطيت لنا الزاوية اللي هي أو أس أو أر ها هي كما أشير هذه الزاوية المحصورة هنا أو أس أو أر قال تسعي لنا كم ستة أفوا هذه تسعي لنا ستة وأربعون درجة قال السؤال بين أن الزاوية هذه يا أبنائي انظروا جيدا هذه الزاوية أراد منا أن نثبتها أنها تسعي لنا كم ثلاثة وعشرون إذن هذه هي الزاوية أراد منا أن نثبتها أنها تسعي لنا كم ثلاثة وعشرون درجة إذن نكتب هنا البرهان أو التبيان أن ماذا أن الزاوية تي أس تي أر تساوي ثلاثة وعشرون درجة لو نلاحظ جيدا يا أبنائي ألا نلاحظ أن هذه الزاوية انظروا جيدا هذه الزاوية مركزية وهذه زاوية انظروا جيدا وهذه زاوية التي جعلها باللون الأزرق له زاوية محيطية نعم معناه مركزية معناه رأسها هو المركز وهذه رأسها نقطة تقع في الدائرة ليس في مركز الدائرة نقول بما أن ماذا بما أن الزاوية لاحظوا الزاوية O S R مركزية يعني الزاوية مركزية وماذا والزاوية ماذا S T R زاوية كذلك كيف هي محيطية كيف محيطية معناه تقع في المحيط ها هي أمامكم هنا أما هذه رأسها هو المركز فإن ماذا فإن عندنا قاعدة ماذا تقول يا أبني فتقول O S R هذه الزاوية تساوي كم تساوي مرة تاني من ماذا من الزاوية T S R الذي رأسها معناه T ها هي أمامكم هنا كما أشير هذه إذا كانت اسمها مثلا ركزوا إذا كانت هذه اسمها يا أبناء ألف فهذه تكون إثنان ألف يعني ضعفها وهو أرد من أن نثبت ماذا أن نثبت أن الزاوية هذه قيسها كم قيسها 23 معناه ومنه بما أن هذا فله الحق أن ينتقل إلى هنا فتصبح لنا S T R هذه الزاوية تساوي S O R زاوية S O R على ماذا على إثنان فماذا ينتج يا أبني والزاوية O S O R ها هي أمامكم كم قيسها 46 درجة على ماذا على إثنان وتساوي لنا 23 درجة بهذه البساطة فقط إذن الزاوية المحيطية والزاوية دائما مركزية الزاوية المركزية هي ضعف الزاوية المحيطية أو الزاوية المحيطية هي نصف الزاوية المركزية بهذه البساطة فقط الآن بعدما أكملنا مع هذا الجزء يا أبنائي عندنا الجزء الآخر قال S دائرة مركز مازلنا معها قال ثانيا أثبت أن هذا المثالث هو SRT قائم في R علل إذن هنا نقول التعليل أن المثلث الذي اسمه SRT قائم في النقطة R ما معنى معنى لو نأتي الآن إلى الشكل يريد مننا أن نثبت أن هذا المثلث يا أبنائي هذا المثلث سوف نواضحه أكثر هذا المثلث أنه مثلث قائم في نقطة اسمها R هنا نحن نعلم بعض الأشياء عندنا من المعطيات C دائرة مركزها O وقطرها ST R نقطة من هذه الدائرة ها هي R في نقطة من هذه الدائرة الخضراء نقول بما أن ماذا بما أن هذه C بما أن الدائرة C هي دائرة تحيط تحيط بالمثلث STR وماذا وST هذا ST يا أبنائي لهذا هذا ما هو قطرها قطرها هو ST ها هو أمامكم هذا قطرها بما أنه قطرها فهو وطر المثلث المثلث ما هو المثلث STR القائم في ماذا أبنائي في النقطة R لأن ماذا لأن هذه النقطة يا أبنائي هذه النقطة لا تنطبق لا تنطبق على ماذا على النقطتين ما هم النقطتين T أو ماذا أو S إذن بما أن هذه دائرة محيطية بالمثلث عندنا دائرة كما قلت محيطية يا أبنائي بالمثلث لكن أحد أضلاعه هو قطر لهذه الدائرة أحد أضلاعه وهو الآن أكيد يسوف يكون لنا هو الوطر هو الذي يكون ها هي أمامكم انظروا تقول القاعدة هكذا يعني بالتقريب هكذا كما أشير بما أن هذا وطر هذا الوطر وهو في نفس القطر الدائرة فتكون مهما كان فأي نقطة تقع في هذا الموضع أي نقطة كان فإن يبقى المثلث قائم هذه قاعدة قد درستمها يا أبناء لو جئنا مثلا نقطة أصفحت هنا يصبح قائم لو جاءتنا مثلا في هذا الموضع مهما كان يكون قائم لماذا لأن يا أبناء الذي عليكم ما تفهموا إذا كانت دائرة محيطة بمثلث وأحد أضلاعه هو قطر لهذه الدائرة فاعلموا أن المثلث يكون مثلث قائم هذا هو التالي الآن بعدما أكملنا مع هذا السؤال وأثبتنا على أن المثلث قائم لهذه القواعد الهندسية المحظى يعني بدون حساب نأتي إلى أحسب الطول S أو Air S بالتدوير إلى 0.1 يعني 0.1 يعني يعني عددين وراء الفاصلة ما أنا أراد منا أن نثبث أن نبحث عن طول هذا إذن نقول هنا حساب انظروا جيدا حساب الطول Air S أو S Air يعني لأنه طول قيمة مطلقة يعني مجابة تماما نقول بما أن انظروا جيدا بما أن المثلث S أو S T Air كيف قلنا عليه قائم في Air تحدثنا على هذا قائم في هذا المكان فإن ماذا فإن عندنا السينيس السينيس الزاوية ما هي T S Air الوطرة وهي هذه نقطة 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 تتعلم إلى هذه الأمور هذه الزاوية السينيس لديها ماذا يساوي السينيس لديها يساوي المقابل ما هو المقابل ها هو مقابل على ماذا على الوطرة ها هو الوطرة هذه قائدة إذن يساوي المقابل على الوطرة ويساوي المقابل ما هو المقابل قلنا هو هذا إذن هو S أو RS هو RS على ماذا على ST ST نحن نملكه ويبقى لنا ماذا أركز أرجوكم نقطة نقطة أبنائي حتى تتعلم إذن لكن نحن نملك S زاوية STR نحن نملك قيمتها يا أبنائي هي 23 الآن ما هو السينس لديه لو نأتي بالآلة الحاسبة ونقوم بتعيين سينس هذه الزاوية سوف نجدها 0.9 وهنا أعداد 0.7 نأخذ عددين من الفاصل يكفينا فقط لاحظوا فتصبح تساوي RS على T S T وهو 9 وهنا بقاعدة جداء الطرف في جداء الوسطين معناه هذا في هذا يسوي هذا في هذا ويصبح لنا RS يسوي 0.39 في ماذا في 9 فتصبح نتيجة 3.52 سنتيمتر هذا هو الطول RS يا أبنائي بهذه البساطة المطلقة فقط يعني استعملنا قواعد العلاقات المثلدية اللي هي الكوس والسينيس أو الطنجون لأن المثلث نحن نعلم أنه مثلث قائم من السؤال ما هذا الذي برهلنا بدائرة محيطية برؤوس المثلث الذي قطرها هو أحد أضلاعه فيصبح المثلث مثلث قائم وفي الأخير أبنائي وبنائي الأعزاء أتمنى قد استفدتم كما يمكنكم زيارة صفحة الفيسبوك لأستاذ أمور الدين ليصلكم جددا باستمرار كما يمكنكم زيارة منتدى الأستاذ نردي لأن هناك كل فيديوهات سابقة منظمة وفي الأخير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته